اعتبر الكريملين انضمام أوكرانيا ومولدوفا قد يزعزه لاتحاد الأوروبي يأتي ذلك غدا تبدء مفاوضات انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي وراء المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الضوء الأخضر المعطى لأوكرانيا ومولدوفا من جانب الاتحاد الأوروبي الذي منح جورجيا أيضا وضع المرشح يهدف إلى إلحاق الأذى بروسيا بعد قرابة العامين اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات انضمام أوكرانيا إلى التكتل وهو الطلب الذي قدمته كييف بعد وقت قصير من بدء العملية الروسية العسكرية في شهر فبراير من عام 2022 خطوة أعلنها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على خامش اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل السبع والعشرين مؤكدا أنه بمثابة إشارة أمل قوية لمواطن أوكرانيا وكذلك ملدوفا التي نالت من الاتفاق جانبا أيضا ورغم التفاول الأوكراني الأوروبي امتنع رئيس الوزراء المجري فوكتر أوريبان عن التصويت بل وأكد أنه لا يريد المشاركة في مواصفه بالقرار السيء وبموجب مواحدة الإشبونة يمكن لأي دولة أوروبية أن تتقدم بطلب العضوية بإشارة استفاء معايير كوبنهاجن والتي تشمل الدموقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واقتصاد السوق فضلا عن قبول قوانين الاتحاد الأوروبي وفي هذا الإطار منحت أوكرانيا وضع المرشح رسميا إلى جانب جارتها ملدوفا في شهر يونيو عام ٢٠٢٢٢ وهي خطوة مهمة قبل البدء بالمحادثات الفعلية ولأن الطريقة ما زال طويلا أمامها كانت قد اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء منح أوكرانيا وضع المرشح مع التأكيد كذلك على الحاجة إلى تحسينات في القضاء الأوكراني الذي يعد أحد العيوب في نظرة الأوروبيين بالإضافة إلى المزيد من العمل في مكافحة الفساد كما أثار مسؤول الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن العديد من القضايا الداخلية وإلى أن يتم تفعيل الضوء الأخضر ببدء المحادثات تبقى التوقعات المطروحة خلال الفترة القادمة مفتوحة على جميع السيناريوهات ويبقى السؤال الأكبر كيف تم الاتفاق على بدء المفاوضات في شأن يستلزم الإجماع بحسب القوانين الأوروبية وخرقته المجر بموقفها